يا صباح الخير عن جديد للكم مشاهدينا وهلا رح نبدأ بأول فقراتنا اليوم وحطتنا رح تكون رح نحكي فيها عن أهمية دور المواطن في الحفاظ على السلامة العامة وأيضا ضرورة الحفاظ وأهمية أيضا الحفاظ على سلامة الأبنية واليوم رشا في كتير من الأسباب بتأدي يمكن لا تضرر الأبنية ويمكن المواطن له دور كبير بهذا الشيء أكيد المواطن هو خلينا نقول العنصر الأهم بالسلامة العامة للأبنية اليوم ضمن صباحنا وضمن فقراتنا رح نروح لنضوي على أثر المخالفات العامة على السلامة العامة شو هي الأساليب المتبعة لفحص الأبنية وغير من الأساسات المهمة لنحافظ على السلامة العامة استفسارات حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم وهو المهندس غسان معمولي رئيس لجنة الترابط الإنشائي في محافظة تقديم شوخي ساعد صباحك أستاذ غسان وأهلا وسهلا بحضرتك أهلا سبعا خيرا يساعد صباحكم يساعد صباحك بداية مثل ما ذكرنا يمكن المواطن له الدور الأساسي بالحفاظ على السلامة العامة خلينا نحكي عن أهمية هذا الدور حقيقة أنه المواطن هو العنصر الأساسي في الحفاظ على سلامة العامة وبالتالي وبشكل خاص نخص بالذكر موضوع سلامة البناء سلامة البناء اللي هي المواطن عادة هو بيته مكان عمله الجامعة مكان مارس نشاطه طول ما المكان بخير أموره بخير العقار أو البناء هو عبارة عن الولد المدلل للشخص أو للإنسان معروف أنه عالميا أكثر استثمار هو استثمار العقار كل ما تطور العقار وطورت منطقة العقارية وبالتالي أخذ سعر أفضل وأخذ سمعة جيدة هذا من خلال من خلال متابعة البناء وحفاظ عليه وصيانته طول ما البناء عم نحافظ عليه ونعمل صيانة ونهتم فيه طول ما حافظ على سعره بقوة طول ما حافظ على ديموته طول ما أعطى الراحة النفسية للمواطن أنه قاعد ببيت فيه الأمان والارتياح والارتياح النفسي طيب أستاذ غسان حضرتك ذكرت بعض النقاط وليوم ربطت سلامة الأبنية بالسوء الاقتصادية وغلاء المناطق كل ما حافظنا على هذا الأبنية اليوم نحنا نجمل هذه المنطقة دعنا نذهب إلى الأسباب التي ممكن تأثر على الأبنية ونحنا نرى اليوم تطلع أبنيك تكون كثير حلوة ولكن مع مرور الوقت يبدأ تنكشف العيوب شوي شوي ستنا الكريمة يا حقيقة تطلع العيوب أحيانا نتيجة أن المواطن بعض المواطنين ما بيدروا أنه بحاجة للبناء أو العقار اللي بيعود فيه أو المسكن أو المتجر بحاجة لصيانة دورية ودائمة حيانا كثير مشاكل صحية أو مشاكل تسرب مياه أو تساقط من الأحجار البناء مع الوقت من العوامل الجوية تهتري تستهلك وبالتالي بحاجة لصيانة بسيطة ببدايتها تنقيط مي تسرب مياه أهم مشكلة من واجهها هي سوء استثمار البناء زيادة الحمولات تحميل الزائد وضع معدات أو مواد أجهزة طاقة بديلة بشكل غير فني خزانات مياه بشكل أكثر من اللازم هذا يسبب ضغط على البناء ووهن وبالتالي بسبب مشاكل لا يحمد التداركة طبعا أستاذ اليوم وقت منقول مخالفات بناء أكيد يمكن فيه شروط أو فيه أساليب أو شروط يمكن اليوم المواطنة بيتبع لحتى يكون بناء أومان ومخالف خلينا نعرف أكثر شو هي مخالفات البناء ستنا الكريمة بخالفات البناء طبعا بالمطلق والبناء هو اللي تسمح فيه الوحدة الإدارية بترخيصه وفق نظام المنطقة سواء أرضي وطابقين أرضي وثلاث طوابق أرضي وبرجيات ست طوابق أو 12 طابق أو مالوتا سيتي 17-22 طابق اللي عم يصير أحيانا بعد استثمار العقار أو البناء عم يصير المواطن أحيانا بعض المواطن بيرتكب مخالفات هي عبارة عن عناصر غير مترابطة عن شايا مع البناء وغير مصممة أصلا أنه تمضاف يعني بناء مصممة ثلاث طوابق لما نعمل طابق إضافي عليه سبب وهن للعقار حمولة زيادة استنزاف للموارد أو المخصصات هي المياه والكهرباء المخصصة للبناء بعض الاستثمار كمان موضوع طاقة بديلة الطاقة الشمسية خزانات يعني أن ألفت نظركم لحالة واجهناها بأحد الأبنية بدمشق خلينا نستعرضون لما صارت أزمة المياه للأسف يعني اضطر المواطن يعني لما صار في استنزاف طارب على كل بيت حط خزان الخزان هذا عمريان كل واحد وزنه أربعة أربعة مكعب مياه أو طونين أو طونين مياه لما يكون مرتكز أحيانا الخزان على أربع أرجل معناها كل طرف على خمسمائة كيلو وبالتالي يسبب ثقب للثقب يعني ونحن هذا الشيء منوصي للأخوة المواطنين أنه يتعاونوا يتعاون مع بعضهم موضوع اقتسام المياه حصص المياه الحمد لله بلدنا بخير المياه متوفرة يعني هي لاء ظاهرة واجدناها أنه لما صارت الأزمة اضطرت لعال الأخوة المواطنين تكتر الخزانات بحيث أنه ما ينقطع من المياه الحمد لله بلدنا خيرا أمورنا بخير أزمة المرأت أزمة عابرة الحمد لله ما رأي ما حتتكرر إن شاء الله وفي حالة انقطاع عم يصير عمي عمي بضبط أمور المواطن ووقته وتوقيت ورود المياه من المؤسسة بالوقت المناسب وبالتالي نحن ننصح ننصح لأخوة المواطنين موضوع تحميل الزايد للأسطحة الحذر ووضع الخزانات بمكان المناسب اللي ما بيضر للبناء البناء لازم نحن حافظ عليه تب حتى شو أثره أستاذ غصان يعني هذة الحمولات الزايدة شو ممكن تأثر على الأبنية فيما بعد ستنا الكاريرين مع الوقت هذا أول شيء غير مصمم لتحميل الزايد يعني مصمم لتحميل خزانات لكن بشكل أكتر من اللازم الخزان عبارة عن كتلة مياه ثابتة غير محسوبة بهالكمية هي الكبيرة لما يكون خزان متر مكعب مياه أو 2 متر هال 2 متر يعني 2 طون منسبة على أربع أرجول معتا كل رجل عم تعمل ضغط على السقف بمقدار 500 كيلو هال 500 كيلو ممكن يسبب ثقب مع الوقت ممكن يسبب كذا غير موضوع أنه تسرر المياه التسرر المياه مع الوقت بعدم عزل الأسطحة بتخلل بتخلل للبلاطة البيتونية البيتون مسلح تعرفين أنه التركيب نحن بيتون مسلح الحديد ومادة البيتون لما بيتخلل بتشرب بالسقف ما صار عزل صحيح بيسبب صدق للحديد وبالتالي هذا الصدق الحديد مع الوقت بيتأكل وإذا ما صار صيانع أو متابعة بيصير بيتضرر العنصر البيتوني وبالتالي بيصير مكشوف بيصير صدق تتساقط طبقة التغطية وبيتكسر الحديد وبالتالي ما بيأخذ دوره في الدعم ومقاومة الشد أو الضغط من الحمولات وبالتالي نصل لنتيجة يتحذر تداركها وبالتالي عفواً بيرخص العقار بتنزع سمتوع بيصير مشاكل لا يحمد عقبها وبالتالي ننصح للمواطنين التعاون بموضوع توزيع حمولات الصيانة الدورية عزل الأسطوح عزل الواجهات يعني لازم يعرف المواطنين أنه مسئولية جزائية أنه لما يكون ركب لحطاقة شمسية بشكل عشوائي نزل على المارة أو على الأرواح هذا شيء خطر بحزب نفسنا ولا نسمح محافظة دمشق لا تسمح بذلك أو على الممتلكات على سيارة الواجهات أحيانا مركبة سيراميك حجر هذا مع الوقت تمدد والتقلص وعوامل جوية بتنهار تسغط أطع بشكل خطير وبالتالي بسبب مشاكل كتير كارثية يجب أن نتجنب وأن نحذر وفي عليها مسئولية جزائية يعني هذا التسيب عفوا في مسئولية قانونية وجزائية طيب اليوم أستاذ في أدوات مستخدمة كمحافظة بتستخدمه اليوم في فحص الأبنية خلينا نحكي شوي عن هي الأدوات صحيح حقيقة لما نطلع الأبنية نشوف الجملة الإنشائية الإساسات العميدة البلاطات الجسور نتحقق منها نشوف جاهزيتها نشوف عدم تضررة طبعا في معناه مجموعة أجهزة نستعين فيها واحدة من الأجهزة هي مطرقة اسمها مطرقة تشميدة هي المطرقة البيتونية تعتمد على طرقات ناخد عين هي ما بتضرر بالبناء نبحقق من سلامة البناء من سلامة المبنى إلى مؤشر إلى جداول لغريتمية ناخد مجموعة طرقات على مكان معين بأماكن من نتحقق منها طبعا هذا بتحقق من العنصر الإنشائي ومقاومته على الضغط وبالتالي لأن البيتون تحمل الضغط نتحقق من البناء قابل من تحمل حمولات زيادة قابل من يصير حمولات إضافية هل حقق ديمومة في مشاكل شي بالبناء كثير هذا الجهاز بساعدنا وما بسبب تضرر ببناء ومحمول وسهل الحملاء وسهل التداول وبناخده على الموقع بكل سهولة وسهل طيب أستاذ غسان قبل ما انتقل الأدوات اللي باقية اليوم شو هي المؤشرات السلبي اللي ممكن تظهر على هذا الجهاز إذا كان في خلل بيئة البناء هل ممكن يعطي انذار ممكن يعطي إشارات طبعا بيعطينا أنه في مقاومة الضغط في تحشيش ممادة البيوتون في فراغات جوا غير منظورة بالعين بيعطي بمنطقة معينة لما بيعطي رد فعل هذا بيعتمد عبارة عن نابض ومطرقة بتطرق اسمها منطرقة شميدة منطرقة البيوتونية بيعتمد عن الانتقاء ويعطيك قراءات طبعا هذه القراءات نحن نأخذ عشرة إلى اثنى عشر طرقة نعم نستبعد القراءات الشازة تكون أحيانا مائر الجهاز أو مستخدم بشكل سليم نستبعد ونأخذ الوسط هذا الرقم يوجد جذاوي موجودة لغرثمية تعطينا قيمة مقاومة البيوتون حيانا يفترض مصمم مقاومة البيوتون 150 200 وأكثر نتائج 75 60 50 هناك مشكلة معينة هناك مشكلة معينة هناك مشكلة معينة هناك خلال هناك سوء التنفيذ أو سوء الاستخدام هذا يعطينا مؤشر كثير مريح أبما يصبح شيطار وهناك حلول سريعة رخيصة وتساعد وكثيرا المواطنين يلجأون مع المحافظة ونساعد هذا الصحيح هل تعرف على الأدوات البقية؟ طبعا هناك جهاز ثاني مهم هذا الجهاز اسمه كاشف للمعادن حاليا حيانا عندما نتحقق من البناء نعتمد على المخططات الإنشائية التي صادرة على الترخيص لكن هناك الكثير أبنية يكون معمرة سابقا قديمة مخططات غير موجودة غير متواجدة يحدث عننا الكباس أنه هذا الجدار مسلح أو جدار خفيف حتى الأخوة المهنيين يستعملوا يعملوا بالكهرباء أو بالصحية والمطابق يصفوا بسقب يخشى أنه يخرج له شيء مكان خط كهرباء خط مياه خط حديد هذا الجهاز كثير سهل ورخيص ومتوفر يعني عند المعادن إذا حصلت تغري عطى مؤشر راح المعادن بيّن مباشرة أنه أنه في مشكلة أو في حديد أو في معادن لون أخضر لون أحمر وكثير الأخوة المهنيين عم يستعملوا وعم يعلوا جدوى بريحوا أحياناً يكون حيث يضطر المواطن يعمل في نافذة يعمل شيء تعديل الإنشائي بسيط تعديل طبعاً بسيط بالمعماري يعني بعناصر التقطيعات بين الغرف حيث أنه لا يضر هذا يساعد أنه هذا العنصر غير إنشائي عبارة عن عنصر تجميلي ديكور يميز بابين العنصر الإنشائي اللازم ننصح عدم المساس في جملة الإنشائية العمدة الجسور الساقطة يعني أنا بدي حق أنه أعمل صالون 60-70 متر ما عندي جسور ساقطة لازم من موضوع الجملة الإنشائية ننسأل مختصين ما ننص فيها والآخير نحن تعودنا على الأبنية الطابقية الجماعية اللي هي البرجيات والأبنية الطابقية والآخير يعرف المواطن أنه هذا الجسد الموجود ببيتي أو العمود هو عبارة عن حق مشترك يعني أنا لما بقيمه أنا تضررت البناية كلها مو بزررت حالي أنا أمغامر بحالي أمغامر بالبناية كلها عم سئلة والحمد لله مواطنة واعي وكل الحالات التي نرى هي حالات بسيطة كثيرة ونستدركها الحمد لله الجهاز الثالث طبعاً هذا جهاز بسيط هذا عين من الأجهزة البسيطة هذا جهاز الكتروني مقياس ليزر للمسافات من إيس المسافات بين العناصب الإنشائية طبعاً هناك أجهزة حديثة ميول البناء أحياناً البناء يتعرض للميول للميلان ماذا يكون السبب أستاذ؟ سبب يكون في تخلل بالأساسات سوء تنفيذ تسرب مياه ويكون البناء مرفوع على عدة أساسات واحد من الأساسات يصبح الخفاظ بالتربية ويضطر البناء يروح يميناً أو يساراً أو حارة الزلال التي صارت اهتز البناء لكن راحك لا أريد أن أعود أو في الأجهزة الإلكترونية نرصد حركته نضع إشارات وعلامات وهناك أجهزة متطورة وتقنية والحمد لله هناك شركات تساعدنا ترى أن البناء مال واستقر مال واستقرار لكن البناء يجب أن تجد تشققات نحن ننصح للمواطنين شيء معيب أن يجب أن يتابعوا البناء يتابعوا مع المختصين يتابعوا مع الوحدات الإدارية سيد محافظ دمشق نوجه له شكر موجهنا بشكل متابع وبشكل ضروري لتلبية أي ملاحظة والحمد لله هنا الوحدات الهندسية هي نقابة المهندسين محافظة دمشق والمحافظات السورية وجامعة دمشق المعهد العالي للعلوم الزلزالية كثيرا يؤيدون بمعلوماتهم المتطورة ونتعاون معهم نعمل فريق عامل لنصل لحل المشاكل اللي في حال وجدت والحمد لله أنا بطمئن الأخوة المواطنين موضوع العيوب الإنشائية نسبياً كثيراً ومتعاون كثيراً ويحدد أدنى الحمد لله وأنا هذا كلام مسؤول عنه إن شاء الله تمام اليوم إذا بنا نحكي أستاذ عن تسرب المياه يمكن كثير إلى ضرر على الأبنية ما نشوف كثير من البيوت وخصوصاً البيوت الأرضية فيها تسرب مياه كثير من السكان أو الأهالي بيهملوا هذا الموضوع يمكن بيرموا موشي الخارجي ممكن بدهان أو بأي قصة أنه نحنا غطينا هاي الرطوبة أو هذا التسرب خلينا نحكي قديش عم بسبب اليوم ضرر للأبنية بالبناء أو المنشأ البيتوني وبالتالي نحن نرى في حال حصل تسرب مياه مثلاً نستوى البناء مثل ما أنه بيسبب إنكماش للتربة لما سبب إنكماش للتربة بيصير هبوط تفاضلي يعني البناء ما بينزل سوا بينزل من جهة وبيضل بيسوا هون الرنفية رطوبة وبالتالي بيصير خلال أحياناً يكون تسرب مياه نتجة أعطل بشبكة الصرف الصحي أحياناً في عنا شيء اسمه شبكة تصريف انتهى بغرف التفتيش أو ما يسمى هذا الريغار بالراحة بجمع المياه والراحة تمشي باتجاه الشبكة العامة تحت الشوارع وطرقات محافظة دمشق بتأمن خدمة تصريف تسليك الصرف الصحي تأمين السيلان بالراحة في حال صار إهمال هالإهمال عم يجمع المياه المياه بسير تحت البلاط ونحنا غطينا البلاط بالأخير في عنا مشكلة غطيناها في عنا مرض رح نلبسنا تحته لازم نعالج سبب المشكلة وكثير أخوة مواطنين اتجنبوا سبب المشكلة المعالجوها بمهدة يعني في حال تسرب مياه عطل تسليك يعني كنا في بلاطة هون صلحناها كثيراً تجنبنا لصة وهذا أولوية أنا أهم أغير الكنباء بغير البلاطة وكثيراًا في أخوتنا في مكاتب الخاصة كمان والشركات في معدات وهندسية وتجهيزات كثيراً تساعد بتتسرب المياه ما يسمى الكاميرا الحرارية وهي تقنيات تجد جديد بلدنا يتعرض لضغوط لكن في نفس الوقت الحمد لله مواطننا يجيب أحدث الأجهزة هذه الكاميرا الحرارية أنا تعطيني إشعار وين تسرب تسرب المياه أحياناً تسرب المياه يكون بمكان إذا نتعود على التحذير كثيراً هنا كثيراً هنا نكتنا البيت وليس نعرف أين وحياناً لا يجد مواد الإكسال موجودة هذه الجهزة التي تأتي جديدة وكثيراً يستعينون زملائنا فينا نخرج من هذه المعدات نعرف أن العطل هنا حياناً نكسر بلاطة نصف بلاطة غيرنا الكوع حياناً يكون سوء بالتنفيذ كوع صغير مصدي ما غيرنا الشبكة ولا نكتنا البيت وبأقل تكاليف وهذا نحن نتواجدنا سلامي لأخوة المواطنين وسلامي للجميع أمين أستاذ غصان اليوم الهندس المعام يعني أكيد ما خلقت ساعة عباثه اليوم وقت اللي عم بيكون فيه إنشاء ولو بيت يعني صغير لشخصي خلال نقول قدي مهم تواجد المهندس ويكون هو موجود على المخطط يعني عم نشوف حالات كتير للأسف عم تروح للورشات العامة يعني عم يروحوا مثلاً رفع هذه البناء أو البيت اللي صغير وقدي ضرورية حقيقةً كتير كتير مهمة هي العمل متكامل بين المهندس المعماري والمهندس المدني المهندس المعماري هو اللي يختص في موضوع استثمار الفراغات بالشكل الأمثل يعني أحياناً من لاقي بيت مساحة 98 متر صوفة كبيرة صوفة كبيرة لكن غرف صغيرة تصب بنفس الغرفة ما فيه خصوصية ما فيه استفادة من النوار من النارة من الضو من راحة التوزيع الإنشائي موضوع استثمار العقار يعني أحياناً مساحة كبيرة يحتاج حمامة يحتاج مطبخ بما يحازي نسبتها حياناً يكون هناك حالة يكون مخططات مستوردة بالطريقة الغربية عندهم مطبخ صغير سناك ونحن بحاجة مطبخ العربي بحاجة إلى مكان طهي غسيل غرفة صفرة الموضوع المهندس الإنشائي كثير ضروري لذلك خصوصاً بعد حادثة الزلازل صار فيه توصيات من نقابة المهندسين وما بتتصدق المخططات وتوافع عليها مالذي يكون فيه جدران قص مقاومة للزلازل لتحقيق السلامة العامة والأمان وبالتالي موضوع موضوع مواطن نواعي ومحافظة دمشق والوحدات الإدارية تهتم بموضوع أن البناء يكون وفق منظومة وعلى مسؤولية تحت الشرارس المهندس لا يصدق المخططات هي مسؤولية جزائية لا يصدق المخططات أول شيء يحافظ على اسم الشركة التي تنفذ وثاني شيء هناك مسؤولية فنية ولمسؤولية المهندس لا تعتمد على البلزاز لا تعتمد على النورمات العالمية والكوادات التي تعطيك حد الأدنى من استثمار العقار مقاومة أكبر ديمومة أكثر أكبر الأبنية التي تكون نظامية كل شيء إضافة مخالفات للأسف تجربة الزلازل أظهرت العيوب وعطتنا درس ونحن الحمد لله هذا يوجد تعميم وتوجيهات بمتاعبعة سببت أهم مشكلة أعطاء الصرف الصحي أو العيوب التي تخرج ثاني شيء تحميل الزايد أو إجهاد الأبنية أو إساية استثمار البناء ثالث شيء المخالفات البناء نحكي عن مخالفات البناء بشكل سريع الأبنية الإضافية بناء طابق أكثر من طابق هي بناء محمل خصص خمس طوابع سوين طابعين هذا حمولة وإجهاد ممكن لا يظهر على المدى منظور لكن مع الوقت يزيد ضم برندات حداس بروزات عندما يصبح خلل للبناء جملة الأساسية لا يصبح شيء لكن كل شيء غير مترابط إنشائيا ووحدة ومساوة بشكل غير فني وغير أصولي هذا كله بيّن حادث الزلزال بحافظات بيّنت أن الأبنية التي تعملت بشكل فني لم تضررت لكن العناصر هي الواجهات البلور بروزات الزايدة الإضافات الأبنية الشيلي صارت بشكل غير فني أثر نهار مضرر وبالتالي وحدات إدارية هناك توجه بحسم الموضوع موضوع مخالفات البناء غير مسموحة وغير يعني صارت بغض النظر هي صار ضرر للعالم وضرر للمواطن وشيلي الشي بنوح عليه موضوع الثاني هي هو هوية المدينة مدينة والتالي مدينة دمشق جرامزيتا وهي عاصمة الثقافة وأخدم مدينة طبعا المنظر الجمالي للمدينة هو المنظر العام وهي زالت التجوه البصري من حيث اللوحات والأرمات وموضوع ضمن البرندات بشكل عشوائي أنه البناء لن يكون جميل ومنتناسق ومنتظى وما فيه أي شيء شاز أكيد أستاذ غسان يوم هذا الموضوع دائما مرتبط بالاقتصاد وبحضارة البلد من أن تشكر لحضورك اليوم وكل الشكر لكل الجهود اللي عم تبذل محافظة دمشق وأكيد بإستلامة للجميع أهلا سهلا شكرا لحضورك أستاذ غسان شكرا لكم الإستضافة وإتمنى للسلامة الجميع وكل عام شكرا لكم شكرا لكم